اخوتي مغاربة السلام عليكم هاد النهار سبت 14 يناير 2023 تعملت اليوم ندير هاد الفيديو وكنت جوا غادي بليكم وجهيك هالشي شوية ولكن هاد غروب الشمس بمدينة اقادير اكتر من الروعة الله يرحمنا بشي امطار الخير الله يرحمنا بشي امطار الغيط محتاجين هالمنطقة هالمغرب كله محتاجها غادي نبال لكم شوفوا على غروب الشمس شحال جميل بزاف عاد كتعرفوا اقادير اليوم البحر كان عامر انا في تغازوت كانت الدنيا عامر بالناس اللي كيديروا السيرف الناس اللي كيعموا انا براسي مع عائلتي ولداتي كنا كان عاموا ذاك شي رائع بزاف عاد شوفوا على غروب شمس كدير شفتوا المهزلة ديال البارح اللي كانت في الجزائر افتتاح الشان والجمهور انا ما غنسميش الجمهور لان ماشي الشعب الجزائري بحلكك واحد شير ديما اللي غادي تكون غير من الجيش ولبسوهم سيفيل ودخلوهم تم وبدو كيسبو فينا عطيوهم البانان المغاربة حيوان وش مشي حشوما علش اليوم تكلمت على هاد الموضوع لان كيبين بان قادة الجزائر بيننا وبينهم سنوات ضوئية باش الامور تصلح باش العلاقات تولي اخاوية وودية غير باش ننبه لهاد القادية هذي راش شعب الجزائري تا هو راه راهينة ديال الكابرانات ديال الجزائر يعني را ماشي تا هو فرحان به هاد الوضعية اللي هو فيها تا هو راهينة وما كرهوش تا هو ما تكون عندهم الجزائر بخيراتها واموالها تكون غير بحل ربع ديال المغرب تاحنا عندنا فسد تاحنا عندنا مشاكل ولكن ماشي بحاله عندنا مشاكل وكانتكلمو وكانتدافعو وكانتناضلو من اجلي نزيدو بهذا البلاد القدام قولوا لي يا سمعتوا ذا كنورزينو دير واحد الفيديو البارح وكي تعاطى هو واهيبة وعندي واحد الرسالة الى محمد ياسير المنصوري را المدير العام للمغابرات الخارجية لاتجال الله يرحملك الوالدين الى مطفي هاتشي اللي شعلتي راه الامور بدت كتفلت من يديكم وبدو كيتعاطاو يتعاطاو بناتهم يتقاتلوا يديروا اللي عجبهم يتناتفوا ولا يشغلوا مهادك را كما قال نورزينو وقال لك انا غير وليا انا ما قدع لتحاجة ما عفتوش انا واش راجل الامراء شغلوه هادك شي حياته شخصية الله يعونه ولكن باش دا تجبد شي حويج واللي هي اكاديب وشي بوهتان وشي مصائب كتضحك فينا السياسي المنصوري العالم كامل والمغاربة كيضحكوا عليك اشهد شي دارت المخابرات دينا اشهد المصيبة هدي في انطحنة ونقال سي كيتعاطاو غدا غا تخرج دوني الفلالي ومبعد واهي بغا تجاوبو وهذا غي يجاوب هذا واللي نبحن شي مصراحية سيئة الاخراج غير الله يدير شي تاوي الخير معكم رازع ما هاد شي لا يبشروا بالخير شو ها نرجع لمدينة اقادير كتعرفوا الاسبوع المقبل كينا واحد حملة امنية كبيرة غا تكون جايد خيسي اللي هو رئي الشرطة القضائية في مديرية العامة الامر الوطني مع عدد من المسؤولين وغا تستقروا هنا في مدينة اقادير جايبين معهم مسؤولين عاو تاني دي الشرطة القضائية زيادة على الناس دي الامر الوطني اللي كاينين هنا يا هاد الحملة غادي تشمل اقادير وكل شي المدن والمناطق اللي تابعي الولاية امن اقادير منها الانزغانيت من لول شتوكا ايتباها بيوغرا والنواحي تافراوت وهذا كين تارودانت والنواحي والتيمة وفين مكانو المقصود من هاد شي المبحوث عنهم خصوم يتشدو الناس المخدرات المجرمين الضعارة مهم غا يكون دك شي كتير القضية غادي تكون مزيرة ودك شي اللي بغينا احنا يا بغينا نحسه بالامن واغادير بالنسبة العدد من المدن راحنا بيخير وعلى خير ولكن واش المشكل هو الحل الامني في نظر الله في ظل طبقة سياسية فاسدة لأن شكل يدفع الناس تمشي للمخدرات ولا التجارة في المخدرات ولا تمشي للضعارة هي الطبقة السياسية الفاسدة التي أساءت تسير مدنين اللي خلقوا مشاكل اجتماعية لأن كاينين مشاكل اقتصادية تمنوا على الله خير ولكن مع هالطبقة السياسية لكي ندابا كتعرفوا بأن أخ النوش راه هو اللي كان يسير المغرب مده 17 العام ولا 18 العام مشي في هاد المرة هدي ولا بارح لا راه هدي 18 العام يقولوا لي في الحكومات اللي دازوا شكون أخ النوش كان يسير المالية دي ما كانت عنده كان دي ما عنده التجارة والصناعة دي ما عنده المياه والغابات دي ما عنده الصيد البحري دي ما عنده وزارة التجارة هو لاخده هاد شي كله أشنو خلال أحزاب الأخرى اللي كانت كان تسير تحاجة هو اللي كان شاد بزمام الأمور إلا شديتي الفلوس وشديتي الاستثمار وشديتي التجارة وشديتي هاد شي كامل أشخليتي للأخرين خليتي لهم شنو الفتات وزارة التقافة ما كان حقرش التقافة بالعكس أني كتشوف التقافة في واحد المستوى عالي عارف بأن هذه الأم راه بيخير وعلى خير ولكن احنا يا عنا أزمة التقافة وأزمة الرياضة وهذا غادي المقاو دي ما في مدينة أقادير كتعرفوا كل واحد كيقول لي أقادير ريضا كنقول لكم أقادير عندها واحد المستقبل غادي يكون جميل بزا فعد غير الطريقة باش نمشيوا لهذاك المستقبل الجميل في ضل هاد المسيرين هذا هو اللي كي يخلق مشكل وهذا هو اللي كنخاف منه أنا وتنزيل المشاريع الملاكية حتى هو غادي بوح طريقة بهلوانية النتيجة غا تكون مزيانة ولكن تكلفة ديلا بش حال حيد عاود الغبرة دير هادي لمشي هادي لابلتي بدل الشركة لا دير بش حال غايتقام علينا من المال العام كتعرفوا مدينة أقادير خدامة غايتسلف إجمال حوالي ألف مليار دي تسلف بغيت نعرف كيفاش غير ضو هاد الفلوس هادو شنو كي خمم عزيز عخ النوش رئيس المجلس الجماعي لمدينة أقادير كيفاش غادي رجع على الفلوس أقادير كان دي معايشة بالسياحة أقادير المدينة قتلها وخدام كي قتلها لأن بغاها العقار كان نعطيكم ما كينش استثمارات ديلا السيد جي الفناديق مسدودين رويالبي صوفيتال اللي هو ديلا واحد الاماراتي ما حلوش بقالك ركي عاود وغادي بشمية ما كينش في العالم بحل بحل راهوما مسدود وزيد واحد مجموعة ديلا الفناديق هاتش رما كانت كلنا شعلي الفناديق اللي راهوما فتصوية القضائية وكينين اللي فتصوية القضائية شوفوا شحل ديلا المشاكل واخر النوش ما عرفتش مني غير جعل الفلوس كين غير يدير هات المئات الملايير اللي مشاكل ياخد هات الكريدي هاته كيقول لك اللي بغ ديولنا في الاستثمارات من أجل تأهيل مدينة اقادير وكيخرج نائب دياله بضرقة وكيقول بأن راه الصفقات كل هاته يزاو دازعنا المجلس أعلى الحسابات ولا المجلس الجهوي الحسابات ودقق في الحسابات ديال الشركات التنمية المحلية وكل شكل يقاوه مجاد غادي نقول لك سيبه درقاء رغم الأخواض ما عمره غادي القاوه في الشركات ديال التنمية المحلية وغادي القاوه في الصفقات ولا الأخواض كيكون في الصفقات اللي هي متروزة على حساب بك صاحبي عندي شركة اللي أنا بغيت نعطيها صفقة كانت رزدك الصفقة باش عديك الشركة هي اللي غادي تاخدها وهذا شي اللي كان من النهر اللول الشركات ديال الولاد الوالي بوسعيد فياس ديال خوهو هذا الإنارة الوالي الفلالي الازارشي تاكت العدد منهم كان شي وحدين فتاة عمرتوا بهم من أقادير ونواحي ولكن الأصدقاء ديال السيد الوالي كان بزاف ديال حواج اللي مكننا نتكلموا عليهم وللقاو اللي زيغي قول أغيطي من ناحية ديالأشغال شتو الهودة شتو الداخلة شفتو عدد من جوية اللي الأشغال كي يدارو كي يتعاودو تضيق الشوارع قتلوا لكوميكس قتلوا شريح حسن التالي قتلوا لهودة قتلوا حسن الأول قتلوا كونش هدوك الشوارع واش هدوك التجارة اللي كنا تم الدولة غادي تعاودهم غا ترحلهم شنو بغاو يديرو عازيز أخنوش ما كيش ما تقول ما كيشوفو تشي واحد ما عارف ما عمر شي واحد قدر يدوي معاه ويسأله أنا شخصيا تمنيت وراني صيفت له على أساس نديرانوياه واحد المناظرة وتكون لايف ونتكلمه ونحط له الأسئلة اللي يمكن أي مواطن غادي بغي يسولوا عليها ساكنة أقادير ويجاوب عليها ما غاديش يقدر وما جاوبش وما بغاش البارح في الليل واحد سائح وسائحة كيتمشو في كورنيش دي المدينة أقادير يا حصر وغادي تطاحت للمرة في حفرة كل هات سلخات كيقولوا لها الناس غاديوك للوبيطال هي سامعة على سبيطار حسن تاني قتلوا ملانا ما ممشيش للسبيطال هزوها في تاكسي وطاروا به هلشي ميسحة خاصة اليوم اليوم صبت مع ربعات العشية عو تاني سائحة غادينا واحد يلتيكي دا وطاحت تسلخات كاملة من رجليها من وجهها من اكتفها مرة كبيرة مسكينة كل هات نجرات راه يفمس حخصة نعسى هذيك يقولوا لي واش ماشي هدو مشاكين ماشي الناس كي يجريوا على السياحة ما كان دويش على الكيلة بتضلق هادوك را مصيبة فين ما مشيتي ولو كتر من بنادم ما كان دويش على الناس الحماق اللي كي دور في مدينة اقادير اللي غادي بحل فين ما كيش المنطقة السياحية وعمرة بهم يا حسرة المنطقة السياحية وما عندهم ما يديروا لهم كنتكلم على البوليس ولا النهبة العهمة وسبطار ديال انزقان اللي كي يستقبل الناس اللي عندهم امراض عقلية راهو عمر يا واشنو غنديروا لهم اطفال الشوارع يكدك النهار دوينا على البيضوفيلي الالماني وماكدونالد وهاد شي كامل إلا مشيتو وهذه السبعات ديالعشية الماكدونالد هتلقاهم مقالسين تما كيتسنو يا إما كيتبعون نصارة يا إما كيتسنو شي واحد يجي ويعطيهم باش يدخلوا مياكلو ولا شي حاجة يعني بيضوفيلي غاديجي غاديعود يقضي الغرض لأن غاديلقاهم واحد المادة موجودة في الجوع خسو يصور شو هذا الفلوس خسو يمشي باش يشري السليسيون ديالو وهذا شي كامل السلطة المحلية والله ما مصوقها السلطة المحلية ما كيناش كتفرج وتكلمت على مركز ديالحماية الطفولة بأنه والحل وجيبوا فيها أطباء وجهزوه وقدوه ما كينيش في هذا العالم السيد الوالي ما مصوقش وباش نختم هاد القادية كنطلب من الله ومن وزارات الداخلية تعجل بهذا الحركات التنقيلية ديال الولاة والعمال لأننا والي مدينة أقادير عندنا وهذا واقع من أسوأ الولاة اللي دازون في المدينة ويمكن لي هاد شين بره واحد زائد واحد يقال جوجهم بدفع عدد من الميادين مدينة أقادير اللي كانت تكلم على السياحة هو وأخ النوش وأشنقلي والمسعودي هادو كامل اللي مسؤولين وكيسيروا هاد المدينة غير البيئة يقولون غير في البيئة شنو داروا ما داروا التحاجة البيئة كنتكلم عن البيئة بحارنا ملوثة الهوى ملوث الأزبال فضيحة اللي كسيديح فضيحة واشكي تتحبكم أنني نسيت لكم الوريضات كان هدي المغربة كاملة داخل وخارج أرض الوطن هاد الوريضات اللي غادي بهم العائلة ديالي والله يحفظ بلدنا من أي سوء وكانت مننا لكم أيامكم كلها أفرح ومصرات والصحة والعافية إن شاء الله تبارك الله عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة